السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معشر العالمين إليكم هذا النبأ العظيم هذا هو عنوان بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ العاشر منذ الحجة لسنة 1442 للهجرة الموافق العشرون من شهر يوليو لسنة 2021 بسم الله الرحمن الرحيم من خليفة الله على العالمين الإمام المهدي الإنسان الذي علمه الله البيان الشامل للقرآن أشهد الله وكفى بالله شهيدا أنها انتهت دنياكم وجاءت أخرتكم واقترب حسابكم وأنتم في غفلة معرضون عن اتباع هذا القرآن العظيم على حد سواء المسلمون أو النصارى أو اليهود وكافة الملحدين برب العالمين والناس أجمعين إلا من رحم ربي فقد أمرني ربي أن أنبئكم أن تنظروا إلى ما يجري من حول أرضكم كي تعلموا أنه حقا اقترب أجلكم وأنتم في غفلة معرضون بسبب اقتراب كوكب العذاب سقر أكثر وأكثر فسوف تجدون شمسكم تعاني من التغيض والزفير بسبب اقتراب كوكب العذاب سقر فقد صارت من خلب شمسكم وأوشكت أن تشرق عليكم بغتة من جنوب الشمس والأرض فاسمعوا وعوا ما سوف نقوله لكم بالحق وأن نعنط الله على الكاذبين فسوف ترونها حين تشرق عليكم بغتة من جنوب الأرض ورغم أنها سوف تمر بعيدا عن أرضكم بين أرضكم ودون الشمس من جهة الجنوب الشمسي والأرضي ولكن من ضخامة قطر كوكب سقر سوف تحجب أفق الجنوب حين شروقها فسوف يسد قطر كوكب سقر جهة الجنوب الفضائية وبدقة متناهية في الوصف سوف تحجب الفضاء الجنوبي من أقصى الجنوب الشرقي إلى أقصى الجنوب الغربي عابرة في فضاء كوكبكم ترمي بشررينك القصر من طينة الكبريت والنحاس الأصفر عناصر مسومة عند ربك للمجرمين تطلق بادي الأمر كتلا كمثل حجم القصر المشيد وتتناثر إلى شهب كأنها قنابل عنقودية فتخترق الغلاف الجوي مطرا من نار ونحاس فأين المفر وأقسم بالله الواحد القهار أني لا أتغنى لكم بالشعر ولا مبالغ بغير الحق بالنثر بل هذا الخبر في محكم الذكر القرآن العظيم وعد الله إن الله لا يخلف المعاد تصديقا لقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فلكم أنظرتكم منذ 144 ألف دقيقة مما لا تعلمون من خانة الستة وأوشكت أن تنقضي وربما الأنصار يهرعون للحساب لفتنة أنفسهم وأهليهم هيهات هيهات أن تعلموا حتى يعلمكم والعالمين من أطه الله علم الكتاب ذلكم الإنسان الذي يعلمه الرحمن البيان الشامل للقرآن وليس بعلم أرقام آيات القرآن الذي ما أنزل الله بها من سلطان بل أعلم بآيات من كلمات القرآن العظيم وأشهد الله وكفى بالله شهيدا أنه ليس لدى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وحي جديد بل البيان الشامل لذكركم وذكر من كان قبلكم وليس لغير شرط واحد على كافة البشر هو الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم الذي جمع الله فيه ذكركم وذكر من كان قبلكم وترجمه الله إلى لسان عربي مبين تصديقا لقول الله تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هات برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم ويا أيها الناس اسمعوا واعقلوا ما سوف أقوله لكم بالحق إن بشرى بعث الإنسان الذي يعلمه الله بيان كافة آيات الكتاب التي عفى الله رسل الكتاب عن بيانها وعلم الله رسل الكتاب أن المكلف ببيانها للعالمين الإنسان الذي يبعثه الله في آخر الزمان في الأمة المعدودة في الكتاب ذلكم خليفة الله المهدي الذي فيه تختلفون ألا وأن كافة رسل الله بالكتاب أخبروا أقوامهم فحذروهم من عدوهم الشيطان الرجيم وبشروهم ببعث الإنسان الذي يؤتيه الله علم الكتاب ذلكم هو برهان خليفة الله على العالمين وذلك حتى يبين للعالمين الآيات التي نهى الله الأمم الأولى أن يسألوا عنها رسلهم حتى لا تسألهم من بعد إيمانهم فتكون السبب في فتنتهم كونها سوف تكبر على عقولهم نظرا لجهلهم العلمي عنها ثم لا يؤمنون بها لو علم الله رسله ببيانها ثم يكفرون بها فيرتدوا بعد إيمانهم كافرين فأخبروا أقوامهم رسل الكتاب من الثقلين أن تلك الآيات سيبعث الله رجل من الصالحين يؤتيه الله علم الكتاب تحدي من رب العالمين في الأمة المعدودة ذات العلوم آخر الزمان أحاطهم الله من العلوم بما لم يحبه كافة الأمم الأولى ففتنهم الله بما علمهم فأصبحوا عبيد الطبيعة الفيزيائية ونسوا الله الذي وضع فيزياء الطبيعة للكون والمناخ سبحانه فبعث الله الإنسان الموعود الذي يؤتيه له علم الكتاب وليس علما من الكتاب بل علم الكتاب وكفى به تحديا من الله للعالمين من بعد الله في درجته العلمية بملكوت الله سبحانه ويا معشر العالمين ليست مسألة من يدعي شخصية المهدي المنتظر بالأمر السهل كونهم مكلفا بعلم الكتاب ببيان آيات الكتاب التي نهى الله أقوام الرسل أن يسألوا عنها حتى لا تسوءهم فيكون بيانها سبب فتنتهم وشكهم في رسل الله فيكفر بها ثم ينزغ الله قلوبهم ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العظيم ولذلك أعلن محمد رسول الله بأمر من الله أنه من كفر برسالة القرآن العظيم الذي جاء به أن يبشر بالتحدي من الله ببعث الإنسان الذي يعلمه الله البيانة الشاملة لكتاب الله القرآن العظيم فيقيم الحجة على العالمين على من أنكر أي شيء من الآيات العلمية فيجعله الله المهيم على العالمين بعلمه فيما كانوا فيه يختلفون وليس في المسائل الفقهية فحسب بل سوف يختلف أهل علم في زياء الطب في شأن ما يسمونه كورونا وفي زياء علوم الطبيعة والتكوين وأسباب ما يسمونها بالكوارث المناخية فيفصل بينهم خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني فيما كانوا فيه يختلفون بشرط أن ما علمهم يجدونه الحق على الواقع الحقيقي بنسبة متناهية عن الخطأ بل 1 زائد 1 يساوي 2 لا شك ولا ريب فلا آتيكم بالحكم بينكم بالظن من عند نفسي بل لكم شرط علينا غير مكذوب أن آتيكم به من محكم القرآن العظيم الذي تنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أمر الله رسوله أن من كذب بالقرآن العظيم بأن يتحداهم بالله وخليفة الله المهدي الإنسان الذي يؤتيه له علم كتاب القرآن العظيم فيقيم عليهم الحجة بالعلم والمنطق الفيزيائي ومن محكم القرآن العظيم وجاء قدر التحدي من الله العزيز الحميد يا معشر المكذبين بالقرآن العظيم الذي تنزل على محمد رسول الله للناس كافة فمن كذب محمد رسول الله بالقرآن العظيم فسوف يجد الرد في قول الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم فهذا هو البرهان الحق عن كيفية معرفة خليفة الله المهدي الناصر لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما هو سلطان علم البيان الحق للقرآن في مختلف مجالات اختلافكم الفقهي والعلمي الفيزيائي ويا معشر الجاهلين من قادات شعوب البشر لسوف تصبح نظرية الاحتباس الحراري سفرا على الشمال ما أنزل الله بها من سلطان بل سوف تجدون أن سبب ما تسمونها بالتغيرات المناخية هو سبب اقتراب كوكب العذاب اللواحة للبشر تلوح فتشرق بالأفق الجنوبي لكوكب الأرض فتمر بين الشمس والأرض فلا توقفوا مصانع اقتصادكم وتقطعوا أرزاقكم وسبقت فتوانا بالحق من قبل أن يصيبكم ذعر التغيرات المناخية أن ليس لها علاقة بما يزعم به علماء المناخ والتكوين أنه بسبب كربون مصانع البشر وأقسم بالله الواحد القهار أنكم سوف تعلمون عما قريب أن ما كان يزعم به علماء البيئة والفلك والمناخ صار صفرا على الشمال ولا ولن يتناقض خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني عن فتوى منذ أكثر من ستة عشر عام أنه بسبب تناوش كوكب العذاب من مكان بعيد وقد اقترب أكثر من ذي قبل فكلما اقترب من أرضكم رفع عيار حرب الله المناخية بسبب تأثيره على الشمس والأرض والقمر وإن لصادقون ولسوف تعلمون فانظروا لما حولكم من السماء والأرض هل يوجد شيء ما يقترب من كوكب الأرض؟ فقد اقترب أجلكم وأنتم لم تفيقوا من غفلتكم ولم تستجيبوا لداعي الله وخليفته المهدي ناصر محمد اليماني وأنظركم إنذارا أخير أن تنظروا لما حولكم من السماء والأرض فسوف تجدون أن الذي أثر على الشمس والقمر والأرض وكواكب أخرى هو كوكب سقر بل اقترب أكثر من مكان بعيد وصار قريبا واقترب أجلكم فنفذوا أمر الله بالنظرة العلمية لحقيقة اقتراب كوكب العذاب فقد اقترب أجلكم إذا لم تصدقوا بعد أنه عذبكم الله بالعذاب الأدنى بجنود خفية ما تسمونه كورونا وما هو بكورونا واستدرجكم الله به من حيث لا تعلمون عن من شأ فيروس بعوضة الدم يا بني آدم من العذاب الأدنى لعلكم تلجأون إلى الله وترجعون عن ضلالكم فتطيعون الله وخليفته وتتبعون داعي الحق من ربكم وسوف يبطل الله كافة لحقاحاتكم بجنود جديدة وشديدة ثم يجعل الله عليكم لقاحاتكم غما وهما وحسرة لم تغن عنكم شيئا وكوكب سقر الذي يقترب من أرضكم أدهى وأمر ولم أنصحكم بهذه النصيحة من ذات نفسي بل تجدونها في قول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضر الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم وتصديقا لقول الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم اللهم قد بلقت اللهم فاشهد واشهد على الأنصار شهداء التبليغ للعالمين ألا يهنوا في التبليغ ولا يستكينوا ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار ويا معشر المسلمين والباحثين عن الحق في العالمين كل عام وأنتم طيبون وعلى الحق ثابتون إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني